دعاء يوم عرفة من أفضل الأوقات التي يستجيب فيها الله للمسلم ويوم عرفة أحد أيام شهر الحجة ويصادف اليوم التاسع عاما وفيه يقوم الحجاج بإحدى شعائر الحج العظيمة ألا وهي الوقوف بجبل عرفة واليوم سنقدم لكم أفضل الأدعية المستجابة في يوم عرفة والتي لا ترد بإذن الله ولكن إذا كنت مسلما ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو ولا تنسوا الدعاء في التعليقات ليعم الخير والثواب يعتبر يوم عرفة من أفضل الأيام عند المسلمين فهو أحد الأيام العشر من الحجة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قلبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وينبغي على المسلم أن يحرص على الاكتار من الدعاء في هذا اليوم الفضيل ومن الأدعية المأثورة والطيبة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيات وأهلي ومالي اللهم استرعوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنات وأبهؤ لك بنعمتك علي وأعترف بدنوبي فاغفر لدنوبي إنه لا يغفر الدنوب إلا أنت اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لخيرا اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أن تأخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإصرافي في أمر كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعملي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعز والكسل والبخر والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم اجعل لي في قلب نورا وفي لسان نورا وفي سمع نورا وفي بصري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن بين يدي نورا ومن خلف نورا واجعل في نفسي نورا وعظم لنورا اللهم اشفي مرضان ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما اللهم يا من تعيد المريض لسحاته وتستجيب دعاء البائس اشفي كل مريض لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ما علمت منها وما لم أعلم اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم ولا تفرقنا وأهلنا وأحباءنا بعض الممات يا رب العالمين رب منحني من ساعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس ما يعينني على ما تحبه من عبادك من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين واجعل ذلك سلوة حياتي وصرور نفسي وشغل وقتي وقرة عيني يا فارج الهم ويكاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض يا هذي القلوب إهد قلبي يا مغيت أغذني اللهم لا تحرمني سعة رحمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي ولا تجازيني بقبيح عملي ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين وورد عن النبي المصطفى أحاديث تبين فضل يوم عرفة وفضل صيامه وأهمها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفل سنتي ماضية ومستقبلة اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالاستجابة وأنت لا تخلف وعدك ولا تكذب عهدك اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا وما كرهت من شيء فكره إلينا وجنبنا ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وأن لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا معا لبرور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لبيك اللهم عفوا وعافية لبيك اللهم إجابة بعد إجابة لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجاج ملابية اللهم إني أسألك الردة بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولدة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير دراء ما دراء وأعوذ بك أن أطلم أو أضلم أو أعتدي أو يعتد علي أو أكتسب خطيئة أو دنبا لا تغفره اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أردل العمر اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم أصلح لديني ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم إني أعوذ بك من القصوة والغفلة والدلة والمسكنة وأعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجدام وسيئ لسقام اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل وأعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سختك اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي ومن الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك من أن أموت لذيغا وأعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأذواء وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر العدو وشماتة الأعداء اللهم أصلح لديني الذي هو عسمة أمري وأصلح لآخرة التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وهديني ويسر الهدى إلي اللهم جعلني ذكارا شكارا لك متواعا أواها منيبا ربي تقبل توبتي واخسل حوبتي وأجب دعوتي وتبت حجتي وهدي قلبي وسدد لساني وصل سخيمة صدري اللهم إني أسألك التبات في الأمر والعزيمة على الرشد أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك مما تعلم وأنت علام الغيوب اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك منها غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عامل يقربني إلى حبك اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير التواب وتبتني وتقي الموازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلتي واغفر لي خطاياي أسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إني أسألك فواتح الخير وخاتمة وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنة اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتدعى وزري وتطهر قلبي وتحاصن فرجي وتغفر لدنبي وأسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي عملي وتقبل حسناتي وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقبل الله دعاءكم ودعاءنا أجمعين اللهم آمين إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تسمع لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ويمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة ترجمة نانسي قنقر